مصير الحجج الوقفية شنو؟ وهل ستنقل الحجج الوقفية مال الوقف الشيعي أيضاً إلى وزارة الثقافة؟ وأكون نقطة أهم إحنا في كل فترة نسمع أن هناك حريق في وزارة معينة يعني هو شهد في الطابق الرابع والخامس وممكن فتتعرض هذه الحجج إلى حريق هذا تراث ويجب أن نحافظ على التراث وأعتقد أن إرسال التراث إلى وزارة الثقافة هو أمر خطير وليس بصحيح هذه الحجج مكانها الأصلي هي يجب أن تثبت على إرشيف مايكروفيلم وتودع في القضاء وتودع في القضاء وكذلك تبقى في الوقف السني حتى نحافظ عليها لأن الذي يثبت أن هذه العقارات التي أوقفها الأموات قبل مئات السنين هي فقط هذه الحجج كيف؟ ليش نوديها للثقافة؟ هذه وثائق قانونية وثائق قانونية وليس هي إحنا ما راح نتباهى بها نقول يعني جد مقداد أوقف هذا الوقف وهذه العريضة ليش تروح للثقافة؟ ما تروح للثقافة؟ يعني أنا حتى أتعجب لماذا تذهب إلى الثقافة وحتى إذا كانت هناك مثلا يعني إرث هذا الإرث لا بأس أن يكون فيه متحف إذا يكون إرث معين لأئمة خطباء صالحين يبقى في كل حضرة لا تساون بعض الخطوة كنواب ما نقبل إحنا طبعا هذا يتحملها أولا يعني إحنا كنواب نتحمل لكن رئيس مجلس النواب يتحمل الجزء الأكبر ترجمة نانسي قنقر